هكذا تبدو الصورة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات إذ بدت أزمة جديدة في المشتقات النفطية تلوح في الأفق الأزمة الراهنة تأتي بعد أشهر من انفراجها وترتبط هذه المرة بعودة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية كما يقول ملاك محطات الوقود بعدن الصرافة طالع ناجل وحرق اللي لا نددها المصافي عدم البترول يقولون نعم بيضخل يوم الثلوث من دريس والأنزحمات المحاط أغلب المحاط مغفلين والمحاطة الوحيدة الآن نتسكب الشي فيو كامل المغفلات بعد المغرب نحن لنقص نتسكب وواصل تتحكم محطات المشتقات النفطية بالأسعار حيث ظلت تبيع سعر صفيحة البنزين سعة عشرين لتراً بثمانية عشر ألفاً وتسعمائة ريال قبل أن تزيد على هذا السعر مبلغ ألف ريال هذه الزيادة أثارت استياء سائقي المركبات الذين يرون أنه ليس ثمة أي دواع لهذا الارتفاع وإنما تأتي من باب عدم الرقابة المرتبطة بجشع ملاك محطات الوقود تنعكس أزمة المشتقات النفطية بصورة مباشرة على حياة المواطنين فعادة ما يقترن سعر الوقود بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في وقت يعيش فيه البلد حالة من غليان الأسعار تحديات كثيرة تحاط بها سوق الوقود التغيب المنافسة في عملية استيراد النفط ما يتيح للمستوردين الاحتكار وخلق أزمات متكررة في المقابل تغيب الرقابة الحكومية على الأسعار تعهد مجلس القيادة الرئاسي بأن يكون الملف الاقتصادي على رأس أولويته إلا أنه ما يزال عالقاً في ظل تشضي موارد البلد ووعود خليجية بالدعم لم تثمر حتى الآن ترجمة نانسي قنقر